في واحد تاني عمل مباراة جيدة جداً ومازال يقدم مباراة جيدة بعد المباراة اللي فاتت بيقدم النهار ده مباراة أي ده جيدة أكرم توفيق أكرم يعني احنا كلمنا عنه الحلقة اللي فاتت بعد المباراة ما زينبي والشكل الدفاع اللي أظهره لمارسو الكورر وجاميري النادي الأهلي والنعوض غياب فيه ماروان عطيه شوفنا النهار ده بأدوار تانية وفي مركز تاني ولكن أكرم بيواصل تقلقه بشكل كبير مع نادي الأهلي وزي ما بنقول كده بيبيض ويش كولر الصقة اللي ميدهاله أنه سواء بيلعب ثمانية أو بيلعب ست أو حتى لما الأهلي بيفقد الكورر وبينزل يلعب جام بماروان كاثنين لعيبة ديفندرات اثنين رقم ست قدام خط الظهر بيقدم بشكل جيد لو جبنا الحالات بتاعت أكرم توفيق كم من الاستخلاص اللي عمله في المباراة كريم بشكل مبهر وفي توقيتات وفي أماكن حساسة في منطقة وسط ملعب النادي الأهلي لو مشينا بالحالات دي يمكن واحدة من الحالات المهمة لفرقة نادي الإسماعيلي زيادة عددية وكسافة هجومية لعيبة نادي الإسماعيلي بيرجع قطع مسافة كبيرة جداً عشان يستخلص الكورة قطعها مرة راحت لعيبة نادي إسماعيلي الإصرار اللي عنده أنه يستخلص الكورة بدون أخطاء والحطه تحت كلمة بدون أخطاء دي ميدخط أنه مش كل لعيبة ديفندرات بتقدر أنها تستخلص الكورة بدون خطاء نفس الكلام في وسط ملعب السرعة في أنه بيستخلصوا الكورة النادي الأهلي وبيعيدوا كورة النادي الأهلي عنده بشكل كبير بص المسافة اللي كبينه بين اللعيبة يا كريم هيرجع معاه هيفضل الإصرار عنده أنه هو اللي هيجيبه كورة هيرجع هيدغط بدون خطأ ويرجع كورة النادي الأهلي تبتتكلم في أربع أو خمس كورات شبه بعض هو بيرجع كورة النادي الأهلي في أقرب نقطة للمنافس أو حتى لما المنافس بيخش وسط ملعب النادي الأهلي نفس الكلام ضغط بدون أخطاء لو ماشينا كل الحالات كلها شبه بعض من الآخر كولر عرف أنه هو يطلع من أكرم توفيق النقطة الإجابية اللي كانت عنده لما كان موجود في أمبي ولما كان حتى بلعب في منتخب الأولمبي أنه بيقدر يرجع لك كورة بدون أخطاء وعنده حتة الشراسة في عملية الضغط اللي كان مفتقدة النادي الأهلي في غياب مروان عطية أصبح عندك اتنين في وسط ملعب النادي الأهلي يقدروا أنه هما يسدوها في وش أي منافس سواء على المستوى الإفريقي أو على المستوى المحلي